حياة مع فتح باب التقديم للمدارس دايماً كل سنة في أزمة بتتجدد بشكل عام مع أولياء الأمور اللي بينقلوا ولدهم من مدرسة لمدرسة أخرى النهاردة وزارة التربية والتعليم حطت إدها على الوجع أعلنت أن هي بتتابع بنفسها اللي كتبوا أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجة اسمها التبرعات الإجبارية أكيد حضراتكم كلكم عارفينها ودي اللي بتطلبها المدارس للموافقة على طلبات التحويل بيان الوزارة ما نفاش اللي بيحصل لكن أعلن تشكيل لجنة من التوجيه المالي والمتابعة الفنية والمتابعة التنصقية ومتابعة مكتب وكيل الوزارة والأمن لمتابعة وتقصي شكاوى التحويلات بالإدارة التعليمية للجيزة وفي حالة ثبوت حالات رشاوة أو أي سلوك خاطئ هاتم محاسبة كل مسؤول بداية من مدير المدرسة لما أدنى إيه هي حقيقة اللي بيحصل ويترى ده في مدارس الجيزة فقط ولا بشكل عام في كل المدارس وهل أولياء الأمور كمان اللي رفضوا الطلب اللي بيطلب منهم ده ممكن اللي هي رشاوة لكن بيقاننوها في صيغة تبرعات إجبارية هل ممكن دول يضمنوا أن أولادهم يتم قبول نقلهم ولا لأ ولا هيدفعوا تمن شكواهم دي؟